ايد حمود يجهل البعض نسبه وصلته بالشهيد البطل العقيد عميروش ايد حمودة فهو نجله الذي لم يبت مع والده إلا ليلة واحدة فقط اسمه الحقيقي عمران ايد حمودة ولد في الخامس عشر جوليا تسعة وأربعين بقرية تسافت أجمول التابعة لولاية تيزيوزو لكن التحاق والده الشهيد عميروش بالثورة حتى معل والدته نقله إلى ولاية الشلف حيث يقيم أخواله بعد الاستقلال انتقل إلى العاصمة لمواصلة دراسته بثانوية المقرن وكانت مرحلة مهمة في تبلور أفكاره السياسية أفكار جمعت بين الماضي الثوري لوالده الشهيد ومستقبل الجزائر المستقلة حيث شارك في إضراب الطالبة الثانويين العام تسعة وستين للمطالبة بتحسين أوضاع الطالبة وهو ما أكسبه الكثير من الخبرة في النضال الطلابي وكأن القدر شاء أن يواصل ابن الشهيد البطل مسيرة والده في النضال نضال سياسي وضعت لبنته الأولى بعد تأسيسه أولى منظمة لأبناء الشهداء في عهد الحزب الواحد مكلفه السجن بتهمة المساس بأمن الدولة دولة كانت لنور الدين أيتحمود طريقته في الدفاع عنها حيث كان من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كما كان من بين الناشطين في الحركة الأمازيغية العام الثمانين وبعد التعددية الحزبية كان عضوا مؤسسا لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في العشرية السوداء كان نور الدين أيتحمود من المبادرين إلى تنظيم مجموحات الدفاع الذاتي البطريوت لكن نجمه سطع أكثر خلال عهدته البرلمانية سنة 2007 ممثلا عن ولاية تيزيوزو حين نقلت مداخلاته البرلمانية النارية على التلفزيون فكتب اسمه في ذاكرة المواطن الجزائري العاشقين الجرآ مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج دعوة خاصة ريفونا هذا الأسبوع شخصية دلت محل جدل سياسي وإعلامي بمواقفها الصريحة وآرائها الصادمة نستضيف اليوم نور الدين أيتحمود أهلا بك صحيح تسيرياد مرحبا بك في دعوة خاصة لا يعني كما اعتدنا في الحصة نحاول نعرفه شكل هو نور الدين أيتحمودا طبعا نحن نعرفه كنائب كسياسي خلينا نعرفه نور الدين أيتحمودا الإنسان صحة طبعا نور الدين أيتحمودا رجل عادي الحقيقة عادي أنا زدت في منطقة القبيل في الجبل في القرية يقول لا تساف تقومون جاي في عالي جرجرة صحة طبعا بين بنياني واسيف وفلا بسيطة إبو درار زدت باش نزيد نضحكك شوية في الكوارد جسويني لكين جوية كارونت نف في الحقيقة نزلت لكاتور جوية لكاتور جوية ايه هذا أكذا باش ناس اللي يقولوا بل يحنا حزب فرنسا جفي انكورا غرافي مونكا ولكن كوم لكاتور جوية الامريكانو مبلغين ربما صدفة تاريخية ايه في الحقيقة لزاني برسال دي اللي يقع في فرنسا يحتفلوها دونك ان كارونت نف زدت ان كارونت نف جوية كارونت نف عام بعد بابا رحل فرنسا من فصو سيكونت مناظلت على البيبي ام تي الدي يما بقت بوليدا اللي عندو اللي كان عندي عام الميزيريات تعداك الوقت يعني ميزيريات كانت كبيرة ميزيريات الناس النساء و باللي باللي وجزنا من الميزيريات كحلا دونك اللي تي اوبليجي باش تهبط البابا دونك جابتني جابت وليدها ام الله يرحمه الله يرحمه دونك كانت عندي ست سنين في عمرين هارمات دونك كي هبطت بابا كان عندو حانوت في ود الفضة في شلف في شلف قرية عقدة مقبل عشرين كلمات مقبل معا دونك تربيت انا في ود الفضة ثورة قاعدة جوزت ثمك دونك من نفسن سيكنت حتى ال سواصن سواصن تروة دونك ثورة قاعدة جوزتها في ود الفضة ود الفضة طبعا انتم ابن شاهد وابن العقيد البطل سيع ميروش رحمة الله عليها اليوم رفقة شهادة العبرار لو كانت تحكينا شوية برك بعد الاستقلال كيفاش عشتوا وانت يتيم الاب ويتيم الام يعني يتيم الوالدين عشت لو سامحت مقبل ما نوصلوا الاستقلال نعضروا قبل على الاستعمار أنا عشت قتلك سبعة سنة تعل الاستعمار عشتوا في ود الفضة باش تعرف المنطقة هذيك منطقة تشلف غنية بكري كانت غنية ضروك راي فقيرة لما تشوف يا عجبة بكري كنا نروحوا لباراج تعالى مارتين كان كي يحملوا ود الفضاية ديها ضروك البراج راها راها الحلال راهم يجوزوا عليها راهم ناشف منطقة فلاحية من جهة من جهة اخرى كانوا بزاف القول ثمك وكانوا بزاف الحرك ثمك باش اغابوا علام ثمك كوبيش ثمك بلونيس ثمك يعني كاين القور وكاين الحركة كاين القور وكاين الحركة وحنا كنا بعض الناس اكذا بيناتهم اكذا دونك في ود الفضة كان السوق نهال الثنين مكاش سوق واحد وينما يموتش قاوري انه ود الفضة ماشي بعيدة على الوارس نيس وش اللي يقتلهم بسح موجهتين اه اوكي يعبط موجهت للسوق يقتل قوري ويطلع يعود يطلع يعود يطلع دونك اه وطربينا في هذا الجو طربينا في هذا الجو وطربينا وحنا بكري كيكونا صغار لما انت فكر ذروك ربما الناس ما تفهمش كانوا بزاف القوري كانوا بزاف العسكر كانوا ممنوع علينا يجي قوري يميدلك حبة حلوة حبة حلوة ما كناش نلقفوها وكنا صغار كنا نشري والجريد ست سنين سبعة سنين شفاها في عمري ست سنين سبعة سنين كنت نروح مادام غاناسيا هي اللي كنت بيع الجريد مقبل ما نروح للمسيد نجيب الجريدة الجدي باش نقراوها وكلش ها تل بوا هذي باش كو عميروش تربا في ود الفضة ثانية ها تربا في ود الفضة ثانية السبعة سنين ثمانس سنين عقديك تربا في ود الفضة دونك لجورث مات يعرفوه باش نقول لك نهار متى الله يرحم ويرحم قع الشهده نهار مقبل سمعنا في الراديو بللي عميروش وسي الحواس قتلوه ولكن ما امناهوش باش كم كل يوم يقولوا عميروش مت عميروش نعود الى هذي النقطة بالتفصيل ربما في الواقع باش نقول لك برك لاجورني ديو 29 مارس كيفاش جوزده رحت لعند مادام قناصة صباح باش نشير الجورنال باش نشوفوا العميروش لمات غير دخلت قاتلي نوردين تيفا ديراتان غرام بيرد فينير شرشي الجورنال وجوردي ما حبش تمدلي هذي قورية مادام قناصة ما حبش تمدلي الجورنال وقالت لكا بارامو جيب جدك ايه جيب جدك باش يشري الجورنال دونك نظنه في هذا الجو ومبعد الاستقلال انتو ما شبان هذا اللي ما شافش اللي ما حضرش اللي متاع الاستقلال اللي يمونك تكالكو شوز دون لافي على كل حال ولكن تقدر انت تنقلنا الصورة انتاعك كيفاش عيشت اللحظات الاستقلال حنا كنا حنا كنا جدي هذا كان مناظر داول الفراهة داول الحبس واحد ربع مرات ولا خمس مرات كونداني ومينافسان وسان خبيناح في الدار عامين ما خرجش عامين ما خرجش مخبيه في الدار دونك ديزناف مارس قليك اللي برونير مانيفستاص بداو في واقل الفضاء وهو كان يشوف من واحد واحد الترو واحد الترو اكذا كان يشوف بدا يشوف بدا يشوف بدا يشوف حتى شفنا يبكي بانسير يبكي بارسكو الفراهات على الاستقلال بدا يشوف زغرتو اول مرة شفنا العلم تاعد زير كيفاش داير احنا ما زل مخرجناش ما زل مخرجتوش ما زل مخرجناش يشوف الواحدة عاكذاك بالصيف مقرامير خرجته حلت الباب وخرجته دوكونا مانيفستي الشعب فارول فرحة كبيرة ما تنجموش تصوروها الفرحة اللي كانت اليمة هذو سبعة سنة ونحنا محبوسين حتى لي ما كانش في الحبس كانحبوس فيه دارو فيه دارو لاستعمار مSave ش Agmar مو سهل بطبيعة الحال مو سهل لحشية هذكي جمل على دار مجندي بطيء يبكي ثانية واج بك الناس اللي كانوا مع البشر يافل و علام لي كانوا مع كوبيس هما اللولين اللي كانوا رفدين العلام يعني الحركة اللي كانوا اللولين هم اللي كانوا يحتفظ هما اللولين اللي كانوا رفدين العلام قال لي لابدينا هكذا ما نشرح الحين بعيد وجديه ولي كان البرمير بريزيدون دابيسي تعود الفضاء دخلوا الجيش المشاكل تحت 62 هذو جماعة الماق اللي حبوا يرجعوا روحتيهم داروا الثوراء وجابوا البلاد وماتوا عليها وكلش دخلوا صحاب المالك من مروق وقع الشقاق في 62 الشعب ما فهمش عنديك كلمة تفضل تفضل الشعب ما فهمش كيفاش حاربنا فرنسا سبعة سنين قرر وغلبناها وحاوزناها شهرين من بعد بديتوا تضربوا بعضكم بعض يارب خلينا كبير منفصلوا في هذه النقطة سينوردين انتم كنتم الابن الوحيد لسعم يا رف كم يقول سيد سعدي أوروز ما عميروش عنده ولد واحد باركة فيكم على كل يحد باركة فيكم ونظن نخلا خلا يعني حتى من بعد القورية ما اعطتكش الجورنال وربما احترمت شعور تاعك كولد صغير في الوقت هدك من بعد انت عرفت باللي بكتوفه اللي هو البطل عميروش اليوم هدك الفنت نوفا بعد شرنا باري مارشنال الجارعيد عرفت باللي توفا يعني كيف سعيش اللحظة هذي تاع انه الاب توفا باش نكون صارح معاك انا ما عنديش علاقة مع عميروش اب ولد بت معاه مرة يعني بت معاه 24 الف الجبل ان سيكون سيت فقدش را يقول لأي توابان ت Krank يبسي تاع الولاية تاع الولاية الثالثة كيماخلا عميروش ان سيكون سيف مازالها كما الان الميزيريه تاع فرنسا والميزيريه تاع تزير مازالها كيف كاف في نفس الوقت ضوك ما عنديش علاقة مع عميروش أنا كنت أتكلم على ميروش، كيف أتكلم على بنبول عيد على زيروت على رمزة، رمز تاريخي نتكلم عليها رمز تاريخي سيفريك نعرفه كثير من الأخرين ولكن حتى الأخرين نعرفهم في المدرسة كيف أشكرت سيناوردين وين قرأت؟ أنا قرأت في وعد الفضاء قاعد يكون بريمير دي ليدرتها في وعد الفضاء مع القور إحنا مع القور وهم اللي قور يحطوا من البرومي دي للاكلاس وإحنا كنا اللور الزندجان الزندجان حتى الـ 63 سوى 63 قلت لك من بعد الاستقلال إليون مانيفستوسيون في وعد الفضاء كيما ماركي دي ومينة هذا كين تذكرا الحمدلي تشوك هذوك اللي كانوا مع باشا غابو علام مع كوبيس شهرين أو ثلاثا بعد الاستقلال داروا مظاهرة في وعد الفضاء إن كانوا في ذاك الوقت الشيقاق بين الكلون تاع وجده والكلون تاع تيزوزو كما يقول لهم الكلون دو تلامسان الكلون تيزوزو معروفة تاريخيين جاءوا هذو الناس الحرك هذو داروا مانيفستوسوا في وعد الفضاء يلق بايلوا رحوا لدياركم عايشين في الشرف يعني قالوا لكم تخرجوا منها وانا خرجت ملمسيت رايح للدار ونسيب الشعب قدام الدار دينا يمانيفستوسوا هنا فرحتنا عند بالي المانيفستوسوا تعال استقلال حتى سمحتوم يمانيفستوس القبيل رحوا ديرهم ولكن كان متجهد تمك ما زالوا حي سليمان الغول يقولولو ما سليمان الغول معابن عدا الله يذكرهم على خير كي سمعوا هبطوا قريب قتلوهم وازكو رجعتون تمام بعد التزوزو ايه قعدنا نعم ما رجعنش التزوزو زووش القرمود كما ذو يخرجونهم بلادنا قعدنا تمك جاء سليمان الغول قدار فيهم ما دار حنا الحركة ما خرجونا في وقت التوراة ما يخرجونهم بعد الاستقلال في بعد التوراة يعني على حساب بوشانين شوف سينوردين اغلب ابناء شهداء يعني عاناوا بعد الاستقلال عاناوا كبير في المراكز انتوا ما خدمتوش المراكز وهد شي انا حمد الله ما كنتش في المراكز انا حمد الله جامي دخلت المركز اه انك كان انا قتلك انا ربا جدك هو اللي تكفل بيك يعني اخوالي اللي تكفل بيك اه شوف انا مشيتش ولاد شهداء عاناو كما بعض ابنات شهداء هل يكون في بالك مثالا وارامل شهداء خلينا ذو كان انساء على بالك بلي عبدالغاني نهار كان بريمي مينيس خدا قارار رسمي بلي البوست دي فام دميناج ايريزرفي وفتشاهد شكون هذا الوزير شكون هذا الجنيرال شكون هذا الكولونيل اللي لا ولا 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 شف دايرا اللي قبل مرتو تروح فام دميناج مرت الكولونيل ملاح يا الرب ممي اللي راح يحل الولاية السادسة وذبحو ثمك خوتو مرتو فام دميناج في وزارة المجاهدين ربما هذا كان قرار دولة وليس قرار شخص فقط نواصل لنقاش نواصل لنقاش بعد الفاصل مع سينوردين ايتحمودة في ركن مواقف فلا تذهبوا بعيدا اهلا بكم من جديد الى ركن مواقف سينوردين كنا نتحطلوا على المسار البداية الاولى الاستقلال انك محدود مقارن ببناء شهداء واحد اخرين ما كنتش في المركز يعني وما كنتش الاخر وان كان ربما الفئة اللي عانت هي ارامل شهداء وبعض ابناء شهداء اللي كانوا في المركز كل الناس هي في الحقيقة الشعب الجزائري باش نقول لك ان احنا العيلة دينا جامي القور دخلوا لدارنا اول مرة وين لا بوليس ولا جندرمي دخلوا لدارنا هي لا بوليس تعدوا للجزائرية احنا القور كانوا قادر تعملوش ما يدخلوش ولكن بعد الاستقلال لما شفنا ان الشي اللي اللي غاضني الحال عليه وللان ما زال ما زال ما فهمش وانتما على بالكش هل على بالك باللي البنات اللي كانوا في تيانا شطاحت تيانا تالبالي تيانا اسكى على بالك كلهم بنات شهداء 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 كلهم وعلاش بومدين اللي في الحقيقة ما دارش ما دارش القرى كان في مروك كان في مروك كما كانوا قاعد الناس في تونس وكانوا في المانيا كانوا في المجاهدين كانوا في الخارج بياسوا هذوك ماشي مجاهدين هذوك هذوك سيدي سابر بمبي قاعدوا ثمك يسناوا الاستقلال وانتا وانتا تخلاص ويجيوا هذا رأي هذا ولكن الرأي الغالب يقولوا بلي هذوك هم اللي كانوا سندوا تعطورة كانوا يجريو كانوا يجيبو كانوا كانوا يجريو يجريو ومبعد نشوفوا على ماش يجريو ومبعد نشوفوا على ماش يجريو في وقت ثورانتا كيما يقول له النار فيت لمسان ولمه فيق سمتينة نرجعوا لها بنات شهده مشي تا ابنة شهده لما الخرج نجيل لما درك ماشي لما درج من ديال خرا قدام نسيت لمطقة هذيك شكون هذو الجزائري اللي يبعد بنتو بش تشتاح ما استعب شوش يدير قد ابنت شو هده باش يعلمونهم اشتاح دماغ لي فام دميناج لي فام تشاهد كانوا عندهم عشرين وعند وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة في عمرهم تخدمون انت فام دميناج انت قلت واحد انه كانوا يتعرضوا حتى الاغتساب هذا في صراحة تاك ما كاش مسؤول ما كاش مسؤول لي ما تعداش على المر شاهد ما كاش مسؤول كانوا يتعداوا عليهم ورغم انه حرمت شو هده يتعداوا على شرفهم يتعداوا على شرفهم انت كيتمد لو انت شايد ان دينار بار جور ان دينار بار جور انك ان انا انا ومباما هاد شلي خلاك من بعد خلاك من بعد في ثلاثة وثمانين تحاول تأسس مونت ضمت ابناء شو هده للدفاع عن مصالح من بعض الاشياء كنت جيت ندير واش نحب واش تمنيت في حياتي جامع ندير سياسة جامع نروح البرلمان كل شي صدفة انا جيتجور انا جيتجور انا بروف ديستور جيوغرافي اه اوكي كنت حبيت اما واستد تاريخ و جغرافيا وما سيجعر في ديزي تودك ستارو جوري تي افوكا صدفة برك صبحت ندير سياسة انا عندي واش نحن واش مالصدفة يا سينور الدين هي مواقف انت من البداية وانت يكون تخادي مواقف انت تقول لنا بلي هادو موش مجاهدين انت يكون تقول لي في البداية يكون تقرأ جريد في سبع سنين انت يكون تدير تروح تحاول وتشكك لنا اليوم حتى يعني في تقول بلي هادو المجاهدين نصفين وموزيافين اه ماشي برك النص اكثر من النص وعليش تقول النص وزيرت المجاهدين يقول عشر الاف فو مجاهدين نزيلت نقول لك لو تحسب بالموزيا انا عندنا الارقام يا رب موجودين رحوا الارقام سيبوا الارقام ولاية بار ولاية اللي مدهم بن مهيدي زيروت كريم بالقاسم مكون كولونيل يعني كان حوالي في موطة مرسومة ثلاثين الف حتى ربعين الف موجاد مين با في الموطة مرسومة خمسة وثلاثين خمسة عشر خمسة عشر ان سيكون سيس دفي افور كنز ميل مكيزة ضلو كراي مئة الف مكيزة من يجوا هادو ولدو بارسك اوليو يموتو موجاد يولد موجاد وحد اخر كيفاش ولدو بصح يعني عمالي تزوير نا انت تقصد نا شي برك التزوير الفيديراسونت فرنس مثالا فيه مسؤولة على الفيديراسونت فرنس الخدامين اللي يخدموا عندو يدين لهم لابنسيون كيفاش انت سبع سنين عشر سنين في عمرك تصبح موجاهد انديكابي وهادو الموجاهدين بسك حبي تقاط في في موجاهدين اللي بقا انا ما نقولش الموجاهدين اللي كافحوا اللي المعطوبات هادوك اقسموا بالله كون جيتانا غين مدلوم خمسين مليون لشهر شحال بقى ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة هذوك ما فيش مشكلة ولكن الكثرة فيهم سيبوه خدم عامين ولا ثلاثة يقولك خدمت عامين ولا ثلاثة داكور خدمت عامين لا ثلاثة وعلاش مثلين وستين ليومين هادا احنا ننخلصو فيك تينورو فيها شهر يا سي محمد خمسين سنونا ننخلصو فيك بارس كنت دخلت العبس على عشرين يوم ويراكم على يعين لكن هادا سينور الدين يحتاج القارة الدولة وحتى انتم يعني لما اسستوا المنظمة ابناء الشهداء ومن بعد في تسعة وثمانين حاولتوا تانيك انو تكون مع اطارات واحدة اخرى اللي ابناء الشهداء تديروا المنظمة وكاين يعني كنتوا قادرين تفتحوا هذه الملفات يعني حتى في تسعة وثمانين وفي الثمانين كنتوا قادرين تحلمي لفهداء اليوم بعد ستين سنة كاين واحد برمير مينيستر أنا ذاك ثلاثة وثمانين كي شخصيين اسست اول منظمة لابناء الشهداء لأسستها لأسستها انه كانت كنا في الحركة الامازيغية بعد الثمانين وشفت باللي الكثرة من المناظلين اللي كانوا معنا كانوا ولد شهدها دونك قلت لماذا ما نخصوش فرع لأبناء شهداء كان برمير مينيست أنا ذاك ما نقول اسمه بعطلو برياء هو يدعى بأنه والشاهد ومجاد قلت له ماذا بك لو تكون لو تكون بريزدون دونر ديالنا قلت باش النظام يعاونكم يعني شوية اشي يعاوننا باش ما يخافش ويسهل واشي سهل فاشي سهل سهلكم نشاط شوية تحصلو على التموية لا 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 عنا ما كنا ما كناش طامعين وما كناش نحاوس على التموية ديالهم بعطلو برياء باش يكون بريزدون دونر مانا بعد لو ندخلنا للحبس خمسة وثمانين اللعنا رحنا لماني فيستي والسنك جوي هذو اللي يدعوا بأننا مجاهدين اللي يدعوا بأننا رعون في السلطة مثل نوستين إلى يومين هذا بصفتهم مجاهدين تدين تولد شو هذا للحبس سنك جوي سابوا عندنا بومبات زبحنا كما زبحوا لتيروريست سرقنا كما سرقوا أولادهم بل كنت خرج على القانون هم يقولوا بلي كنت خرج على القانون تايا سينوردي فاش كوه فاش خرجت على القانون هكنت خرجت تداهر تايا خرجت الدير ما خرجت الدير مسيرة وقوانيك الجمهورية ما تسمعش يا سينوردي بيانسور سي بورسا قلت لك ما دارش فينا فرنسا واش داروا فينا هذو كما قال حاج محمد العنس هم راهم يطبقوا في الدولة في القانون تايا دولة هم يقولوا هذو كما قال حاج محمد العنقى يالي استعمار لو شتواش دار فينا الاستقلال جبنا الاستقلال ضربنا هنا كفحنا هنا باش هم يجو من مروق ما يكونش عندي عقد في بلادي باش نتكلف ولكن ما جوش غير تعم مروق جاوا اللي كانوا في فدرالية جبال تحريف في فرنسا جاوا اللي كانوا في تونس جاوا اللي كانوا في القاهرة جاوا اللي كانوا في غير اللي كانوا لي هنا غير اللي كانوا هنا اللي كانوا هنا شعباني الله يرحمه تعرفوا الله يرحمه جان كورونيل بريون في وارن تبكي الدموع يعني سينور الدين تحبيت تفهمنا اليوم انه كانت فيه تصفيات هاد النقطة لازم نوضحها بش نتاكله نقطة وحد اخرى يعني بعد 62 النظام اللي جاء بعد 62 كانوا يصفيوا في المجادين الحقيقيين هدا واش حبيت تفهم انت يا ابن يا سين محمد انا نتأسف بان اما الشبان والشاب كما انت مازل ما تاعرفوش التاريخ تعبلاتكم احنا يقراوا تاريخ الرسم احنا احنا لمساي للحج مجاهد لمساي للحج مجاهد لاله حركي كيفاش حركي مساي الجال يا رجول احنا رنا راهم كرموه يقول هو ابي الوطنية الجزيلي ايه يكرموالار ويحتي هو احنا علابانيا واشدار في ابانها عارفنا واشدار في فرنسا الايمن عرفنا الالاف فتاع الناس تقتي لهم code يعني احبيت فهمنا انه مسالي الحاج اللي احنا نعرفوه اب الوطنية الجزائرية ما وش مجاهد شوف شوف مسالي الحاج من 1926 حتى الجوية سيكوند كات كان زايد لا هذي ربما كلم كبيرة سينورد يعني باش نتاموه اخير امسجي الكلام هذا لا رأهم رجال هذو الناس اللي يدعو بان مسالي يجيبونا لكار ديالو بلي مجاهد لا كانت في خلافات كانت في خلافات بين جبات التحريق او ديخي ماشي خلافات رجل در جيش الامنا موفمونة در جيش واليوم اللي كانوا بالامس القريب الارهابيين اللي كانوا يذبحوا في الناس سبحوا مجاهدين سينوردين رقم لا عند خرجونا من دين محمد رو كنتو لا ما خرجوش من دين محمد ولكن هذي حقيقة تاريخية يا سينوردين هذا الكلام تبير يعني اسمع لي بيني وبينك تاريخ ديالكم يا ودين عالبليس هذو يدعو تاريخ ما عندو مش تاريخ باش يدعو تاريخ البلاد ما عاشوش معانا شوف نقول لك حاجة شعبان يقتلو خميسة يقتلو خيدر قتلو كريم قتلو عليمسيلي قتلو مدغري قتلو مدغري اوفيسيال مونيسي سويسيدي افك دوبال دوناتات في البرودية المسكية يعني حبيت تقول كلنا العبيد قتلو موين كان موطني يا رب هاو بوضيه وفنين وستين دول الحبس فرحة عباس دول الحبس بنخداد دول الحبس كانت حكومة موقتة واسحب المالك جاو وفنين وستين ليما دروش القراء درو انقلاب عسكري والانقلاب هذك مثلين وستين ليومنا هذا نفس الحاشية رأي حكمة في بلدنا سينوردين نوردين فقط سينوردين معليش هذي من عندي هذي من عندي الشي اللي راكت هدر فيه كلام كبير وخطير تاريخيا خطير انا ما انتحدث عن الموقف السياسية انت الله يسهل عليك هذا موقف سياسي تاخد موقف سياسي تاعك كما تشاء ولكن تاريخيا الان لما كل الجزائريين ديرين في المخيلة تحوم بالميصالي لحاج قبل وطنية يجي سينوردين اليوم يقولنا بكذا لما الجزائريين وفي التاريخ الرسمي اللي يقراوها في المدارس يقولوا بأنه المالك حركة منظمة الاستخبارات اللي تاع الطورة هي اللي أسطت العصب تاع الطورة وجابة الطورة اليوم يجي تقولنا الناس هذي واستولوا على الطورة هذي الكلام يحتاج الرد عليه اصبع اصبع انا رأني رأني واجد باش نجي لهنا وانا والله العظيم ما نحب نجوز فأفلا تليفزيو انت شاهد واش 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 درت باش اليوم نجي ولكن قابل باش نديران ديبار مع المسؤولين تاع المالك ما يجيبوا ليش زواش القرمودية ولهم المالك هذو المالك هذو المالك هذو هذو في 62 كانت حكومة موقتها يتريس عليها بنخدها داروا انقلاب عسكري جاب بمديم حط بنبلة ديجنا في جوان ديجنا في جوان انقلاب عسكري مش نالي درتو صحب المالك اللي دارو والمالك استغنلو على تولي بوست تولي مينيستير توتليز اندوستري حتى سبقوا اكبر خيال واكبر سراقين وانا مسؤول على الكلام هذا تا الجزائر المستقلة ما داروش ثورة ما شاركوش في ثورة يا عجابة شاكي بخليل تعال مالك ولا لا لا مالك كاين سارق اكثر منو يعني اسمح لي هنا لا لا شاكي بخليل مالك ولا لا لا سارق اسمح لي روشارشي سو البلو انترنسونال يعني حبيت سينوردين جماعة المالك هم اللي اخدوا السلطة هم اللي دول الدول يعني هاد لي بوستلها رك تحكي ليهم هم اللي فزدوا البلد هم اللي فزدوا البلد وهم اللي ما داروش ثورة بيشا ما داروش ثورة انده تقول يدرت ثورة قولك وين داروا ثورة في دار تاع ابو عبدالله تعرف ابو عبدالله في المروك سيوجده ابو عبدالله كان ديركتور تاع سيواحيد ابو عبدالله وين بابا 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 كان العيش واحيد ابو عبدالله اللي هو كان اطار في خطوط شوية مهان أنا باش نضحك معابو عبدالله لاننا صديق باش نضحك معاه قلوا انت تيانون بصدر جوم روكو مالجيري يعني هما كانوا مريحي انتم ما يكلوا ويشربوا في حسابك انتا وما داروا لطورة ومنين كان يدخل السلاح منين كان يدخل المال؟ اه كان السلح يدخل هذا هو المشكل باش كنا نحربوا بالكرتوسة اه ما كانوش ما عندنا سلع باش نحربوا ايان ديك المجاهدي انت على الولايات الرابعة الولايات السادسة الولايات الثالثة ياسي نوردين هادى الطورة هادى كانوا يضربوا بالحجروا اه قريب بوصلنا نضربوا بالحجر ونزيد نقول لك حنا في الولايات الثالثة باد الوبراسون جمال اقسموا بالله لما شنسا اللي يكملو القراء غير كانت فرنسا محطة المجاهدين نالوا بلز واش كانوا يديرو هذو الناس احنا في مباد المعتمر الصمام جيشت مبعد المعتمر الصمام قروا باللي هذو الناس يستناولي استقلال ويجي يحتلو على على يعني كان سيرا على السلطة على السيرا غدوة من ذائك مباد مباد المعتمر الصمام غدوة من ذاك يعني يعني كي توصل في المروك يعني فيه بعض الاشياء وتديع بانرمضان وتديل تتوان ويجيبو صف بيدو يخنخو هذه الحكاية لا لا عنا يعني رأي من العراء اللي رأي تقولي نوش حقيقة تاريخية لا لا لعنا تقارير عنا الابي في عنا الناس اللي كانوا ثمك عنا الناس اللي شافو احنا مانش نتكلمو شوف مثلا ساعد سادي كتب كتاب اكبر كتاب كي سيفوندي مثل نوش تنيني لايومين هادا نوش اما صوصان سنك ميل اكزمبلار كاش واحد يعني حبي تقول هدي هي الحقيقة التاريخية اللي جابيها ساعد سادي والروايات واحد اخرى ما هيش حقيقة لا لا نوز اون دي بروف سمينا اشخاص سمينا اشخاص كاش واحد دي بوزة بلنت على كل حال سنوردينا الطورة عظيمة والطورة اللي انجت مليون ونصر شاهد هاي لك انكور حاجة لما نقبلهاش كيف؟ ما كاش مليون ونصر شاهد كيف ما كاش مليون ونصر شاهد؟ على بل يرا نريح نجراه على بل يرا نريح نجراه وقالولي اودي معليش ما ديناش الانديبندانس سنك جوية ديناها الطرواة جوية يعني ما كاش مليون ونصر شاهد؟ سيكيك في الرقم هذا؟ يا سينوردين راك تنسب في كل المسلمات اللي بنعليها الوعي تاع شباب كامل ايه با يليق وصل الوقت وين نشوفه الحقيقة هل مثالا مش حال عنا مبادل الاستقلال ستين سنة ستين سنة نعليش هل وزر تاع المجاهدين ينجم يمدنا الرقم الصحيح تاع شهداء ايه لا وراجل يمدهم ومنين جابوا مليون ونص مليون ونص مليون شهيد مليون ونص بارسكو جمال عبدالناصر في اثنين وستين قال الجزائر الثورة العظمة تاع الجزائر مليون ونص شهيد وبنبله عودها كيجا خرج من الحبس في الايروبالتال على كل حال هذا تشكيك كبير في كاش واحد حسبهم عندك رقم انت ما عنديش رقم ولكن الدكرة الشعبية والدكرة تاريخية اسمحي سينوردين هنا لازم العلق عليك الدكرة الشعبية والتاريخية المسلمات اللي تربين عليها يقولوا انه عندنا مليون ونص مليون شهيد وانا نعف في هذا المنبر من هذا المنبر سينوردين ندعو يعني كل الباحثين والمختصين وحتى المسؤولين إلا كان عندهم أدلة اللي باش يتبتل الرقم هذا واللي فيندو كلامك يتفضلهم يجيبوا لقب الأدلة باللي فيه مليون ونص شهيد كعسبوهم هادو ثلين وستين تتحسب كيما حبيتوا تقول لنا لالجيري تنبيي آراب إكسكليزيفمون آرابي ميزيلمون حلاش أنا آمازيغي ميش عربي لا هذا النقاش وحده أخر ولكن الرقمي تعتورة لا الرقمي تعتورة طول الجزائريين متفكين عليها سينوردين لا لا مانش متفق على هذي شي مانش متفق كيما يقول معتوب الله يرحمو جنشي بارابي شيبو بليجي داتور ميزيلمون مكاش مشكلة حتى أنا حتى أنا انتم من بربر وكل الجزائريين بربر أمازيغ مفي مشكلة في مشكلة هالي النقاش تري يا في مشكلة ما عنديش حق باش نتكلم لغتي لا تكلمها اليوم بفضل الدسور تعسيد الرئيس مكاش منها فستي فستي ما زلل الآن عجوزة تروح البالي الجوستيس ما عنديش حق باش تكلم لغتها يا رب يا سينوردين دارونا مدارس دارونا مدارس وكلونا روحوا كراوها حقنا روهم يقولونكم روح تشوف واش روهم يديروا في المدارس رأي نقول لك يب ما قرمروا لواحد عجوزة قبيلية شوية مظبية ما عنديش حق باش تكلم لغتها مشكلة الهوية مشكلة الهوية سبحناك شغل مناش جزائري مشكلة الهوية يا سينوردين نحتاج إلى نقاش كبير وعليش تناقشوا غير علينا انتمو لا وعليش ما ننقشش عليكم انتمو لان تناقشوا في كل شكل الجزائريين الشخصية الجزائرية بيقول أبعادها الأمازيغية الإسلامية العربية هذا نقاش كل الجزائريين ويحتاج أنه انتمنوا هالشخصية على كل حال مواقف كثيرة سينوردين شوف كيف تقول لك كونستيطيشي وش تقول لك كونستيطيشي سو الإدانتيتي العربية الإسلامية لا مازيغية عكدا نعم لا لا العرب لي جوا لنا اللولي حكدا والإسلام لي جوا الإسلام لي جلل لو لا لا سينوردين حبيت فاهم باش نفاهمك باللي التاريخ مزور في استعمار جديد في تاريخ مزور وكون يكمل مش يبرك تاريخ التاريخ مزور النظام مزور النظام سارق كون يكملوا هكذا هذه بعض المواقف سينوردين نواصل النقاش بعد الفاصل أهلا بكم نواصل النقاش من جديد سينوردين كنا نتحدث على أنه هناك نوع من تزوير ما تسميه أنتم نوع من تزوير للتاريخ للهوية الجزائرية خليني نتكلم على قضية ربما أنه كما يعني يقول الخطاب الرسمي واش يقول الخطاب الرسمي أنه البلاد كانت غير كما جاءت بالاستقلال يعني القيادة اللي جاءت بعد الاستقلال ما هيش قادرة تفتح هاد النقاشات وهاد الحوارات هاد عمازيغي وهاد ميزابي وهاد شاوي كانت تقول أنه نفرض توجه معين سياسي أحادي وتقافي أحادي إعلامي أحادي للحفاظ على ما تسميه الدولة الوطنية واش رأيكم هيا في الحقيقة كعشرية درته السلطة مثلين ونسلين لانقلابات سياسية تتنسب اللي كنا في ريفوليسو أقرارو تا ما وصلت لاش ينحيو الأرض لواحد باش يمدو على الأخر وهذا كل الأخر ما يخدمهاش تحت الطورة الفلاحية ونوصلت لالثورة الفلاحية ونوصلت لالثورة الفلاحية لا جي أسيو دي زونتربريز يجي يشيروا لزونتربريز كله أمان ويقولوا يقولوا الخدمين روحوا تقدموا أنتم معلمين عشان السنين بعد عدوا يبيعوا فيهم بفراق ولكن طورة الزراعية سينوردين ربما الناس كتير تختلف مع الهواريبو مديان الله يرحموا مع العاقد هواريبو مديان لكن في النهاية يعترفون بحاجة وحدة أنه خلى مؤسسات وخلى دولة قيمة لا يجعلون مؤسسات رام تباعو غير لا يجعلون سيد دي كلون لا يجعلون يا عجابة بعد خمسين سنة الاستقلال شيل لش راق في غردى يما فلن تلقى السيد تتст جويت تمره ستلي وكلش رام على المت دل 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 ثل ولكن هناك كراءة للرواية الرسمية أن هذه الأمور جاءت بعد فتح المجال التعددية السياسية والحزبية وإنه لو الأحزاب واحد يخدم مع فرنسا واحد يخدم مع الكاهرة واحد يخدم مع سيدي مع تركيا هل بلاد الحكومة راح تقول لكم راح نتعاون ونخدموا في إطار الوحدة الوطنية هذه الحكومة رأيت قلنا راح نسرقوا هذو اللي يخدموا مع فرنسا فرنسا تحتاجوا فرنسا ما تحتاجوا شوف عندي 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 ونسرقوا سبتمبر 62 سني بالسكرتر جنرال دي مينيستر دي فونس على بلي بلي لما نتكلموا على العسكر سي با بيا دي فوستانا كالجزير يعني نتكلم لك على الدفوستة عمريكانو أقول تبالك فرنسا فرنسا انتم اللي تروحوا ليها نالي روحوا ليها هما ماشي أنا سي نردي لا ماشي نتعل نتعلق لك الدفع عليهم لا مانيش دفع عليهم أنا أعطلكوا حكاية ناسي نردي سيكورتر جنرال تعلق المينيستر تعلق دي فونس سبتمبر 62 يكتب الوزير الدفاع الفرنساوي سني كولونيل شابو كولونيل شابو ثانت مجاد كبير كان مع فرنسا وفي سيد لارمي فرنسا لا معروفة قضية الإطارات الضباط الفرنسيين اللي جاءوا بعد سين أردين هذه حكاية كما يقولوا خليني نولد وضربني به كتب له برية يقول له موسيو المينيستر الدفنسيين جووني دوني لاليست داع الجزائريين اللي رامو جودين حاليا 62 ضمن الجيش الفرنساوي اللي حبو يجيو الجيش الجزائري يلقار دران لرقرات اي لرستاتي عكدا هجل عكيد شابو بعتها الوزير الدفاع الفرنسية خمسة وثمانين دخل العبس البرواغية خمسة وثمانين كنت في الحبس العبرواغية حتى قالوا لي وجابوهم كوماندون تعلين بي مم كوماندون هذك لا تعرفش اسمه هومد سي نعرف اسمه ذلك نقوله نقوله جابو كوماندون تعلين بي بالنسبة لي واحد اللي يكون كوماندون في خمسة وثمانين بيدون شك موجاد ما نجبش يكون بكوماندون لا موج موجاد توقع رحت لي كان في الانفيرمري صبته القسر معالي يحياء الله يذكره بالخير علي يحياء عبدالنور عبدالنور كان معاكم تاني فهذه كان معانا في الحبس ولكن هو كان في الانفيرمري ما محتى علي بالحج ربا ما كان معاكم أنا علي بالحج تلقيته في الحبس تعتي زوزو تلقيته في الحبس تعبرواغية تعبرواغية اه منرجعوا لي هذي مابعت هذي بيدون شك اه نور قلت له منكم من ضو ما تخافش رانا هنا وكلاش الجريد دا نجيبوليك الدخان وكلاش وكان شوية شي خاقدر تكسر معا شفتو بلي يعرف مليح اللغة الفرنسوية قلت هذا موجاد قلت فيس اصير هذو دا حكيني في حياته بارتسال وش كان وش مشكلته هو اه كان لقفو ما لافرت علي بنبليس تانوك اه اوكي يعني كان من جماعة بنبلا اللي خرجون بعد فيما بعد نعم بجماعة بنبلا ربما ربما تقال سباح الخير بنبلا الدول الحبس في ذاك الوقت صفيت حسابات يعني في ذاك الوقت تكلم عليا بنبلا يدوك الحبس حتى صبح من بعد من بعد لكاس داريارزاني لأيروبور بنبلا للنيفرشيتي بنبلا شوف كيفاش وعد يكون هتنسب لي بنبلا الدواء خمسة عشر سنة لحبس هو ولكن في النهاية هما الدواء كلهم الدواء بعدها هما الحبس يلقي يروحوا قعمة نظروك هذا يديل آخر الحبس تجو تجو تقليو علينا الحوت خلينا هذا الكوماندون بوراس وبعد نتفكر وين عرفت بوراس وين عرفت بوراس حتفكرت بني في الكارت ميليتر ديالي سنية كوماندون بوراس قتلها من كوماندون قتلوا الكارت ديالي دو ديسبانس تعالارمين تالي سنية تاوك تعديت لخلوم الوطني أنا كعبنا شواء دا ما يخلوناش ندير للعسكر هو لاش عديت ندا ما عديتاش نزيت مقالك وعلاش جوزت 15 نيوب على عديتا كان آآ كان أوفمان وريتا عد زاير رحت نجوز لآآ بقيت ميلي لسنتينة والشاهد وليد العاقيد عميروش واش يقل له أوفمان قلي جيب لي لعتيسترسون بلي بابك شاهد آآ وكي يعني هو حبي يقول لك جيب لي ورقة تثبت باللي العاقيد عميروش شاهد الباطل العاقيد عميروش شاهد شاهد قلت له والله ما نجيبها لك زقاولي ورحت ودخلت لبليدة أنا كارونتنف پرمية جزاري اللي تخل العسكر أنا رحنا لبليدة دخلت وقتلهم في الدار كون واحد يبعث لي لا تستصن باللي عميروش شاهد مش عارفوش ندير تدرتها نوع من تحدي بيسور دخلت جوزت عشرين يوم في بليدة درنا لك زمان ومبعد كنا راحل شرشيل حتى الكماندانسي حسن اللي كانت جوان تعميروش كانت في الدبارتمنت وليا انترفوني عليك باش تخرج سقسي علييا ورحت العجوز قتله مقرومير تبكي قتله ودي آآ وراح راح العسكر انترفيني علييا باش خرج باش نرجع عليك الكماندان بوراس يحكي لي حياتو حياتو حتى قتله أنا نستنى وانت يقول لي ان سيكونت سيسا هربت ان سواصنة هربت ان سواصنة دو هربت حتى قتله سواصنة دو سنك جويون كون قتله كتف الألمان في بادن بادن قتله مادرش ثورة كاي قتله مادرش ثورة قتله عاتلي الدخان و الله ما تقرر و الله ما تكيف الدخان ديالي قتله مادرش ثورة باش يبنيوا الجيش الوطني الشعبي و الدولة الجزائرية لانه كانوا قاريين و كانوا فهمين و كانوا فهمين و كانوا عندهم خبرة حنا ملاش ناطنوها ملاش فافين على كل حال يستاذر الناس اللي خرجوا فرنسا منها ما هوش فافين يجيبوا الناس اللي كانوا معا فرنسا باش يفهمونا لا يا أخي هم يقولو هاكدا سيناردين بارش كبهم دين مادرش ثورة و يكره المجاهدين بهم الدين يكره المجاهدين لا براف يكره المجاهدين لا براف يكره المجاهدين لديز اوغانزاسيون لدارو لدار الثورة لأفلان ولايلان وعليش لأفلان ما بدلولوش لأسم بوم دينجا لأفلان رجحها لينبي وعليش رجحها لينبي بس كي خلاص احنا خلاصنا الثورة رجالنا لازم نجيش ولأفلان ما زالنا ملف الثورة لأفلان ما زال ما زال لأفلان حزب وما زال الأفلان هذا اللي لك تقدر عليه في قساما يجب أن تتحرير عطيناك عهدة أنا من مجتد منهج من مجتش العهدة ديالي لأفلان ويا فرنسا ما زالنا كنغنيوك على قساما نقولوا يا فرنسا وهوما المسؤولين تعالى فلان يروحوا يناسبوا القور يداويوا عند القور ويشرووا الفيلات عند القور وجدت مسقربية ضرورة لأنا حنا صوش القرمون ضرورة لأنا وين يداويه فرنسا عندهم علاقات مع فرنسا عندها مصالح مع فرنسا كي أنه فرنسا يعني فيه واحد المسؤولة هكذاك الناس عند بالهم باللي عندي مشاكل شخصية مع المسؤول أقسموا بالله أمني أمني ما فيش مسؤول جزائريلي ما نعرفش أنا ذبت فريقة في عياتي مشتو جامي تلاقي تنويه جامي شفتوه جامي تلاقي تنويه دونك الأخرين قاع نعرفهم ما تكاش مسؤول سياسي اللي ما نعرفوه ما عنديش مشاكل شخصية معاهم ولكن كاين بزا فيهم ياسين أردين يقولوا باللي رك تستغل الاسم انت عباباك البطل الرمز لكل الشعب الجزائري يحترموا ويقدروا رك تستغل فيه لأمور شخصية وتدفرعن على الناس ودير حويش بزافة سين أردين لو جيت أنا معروف بهذا الشي ما كانواش يدوني للحبس أنا جاء في الارتك على بلك الكاجيج دي سير دي لي مع مركة وفيرسو أنا ما فهمش كيفاش مسؤول سياسي جي ولا دي بي تي جي قل الكاجيج دي سير دي لي فيارش وين كنت أنت ما دخلت الحبس ما ضربت مع بوليس ما ضربت مع وزير أنا دخلت الحبس سين أرديني حبيت نسألك سؤال واحد فقط لأه باش ننتكلوا الموضوع حدوخر والناس لي استغلو أنا اللي لا نستغل هذي تاعول دعمي روش باش الناس لي عارفون ايه علابلو بلي ما كاش منها أنا جي أفريفر نستغل هذي تاعول دعمي روش باش نزقي ضد الباطل والأولادهم والأولادهم اللي يستغلو المكان تعبابهم باش يروحو يخدمو في الامباسات فرنس باش يروحو ليز امباسات دينا يخدمو سألوك سؤال واحد سنوردين هنا خلي نكمل روح تشوف دير روح تخرج الخارج شوف اللي زون بانساندي دياولنا شكل يخدم فيهم إلا أولادهم روح تشوف الخارج في أرع الجيري شكل يخدم إلا أولادهم ألا ما درتهم مش مساءلات فلابيان كنتوا فلابيان سنوردين ألا معيطهم قليل ما درنا قليل ما عيطنا خليني نسألوك سؤال واحد أخر سنوردين وش الشي اللي خلى وجاوبني باختصار هنا أطراف تخبي الجود تنتاج سيعميروش وش الحواس هذي اللي تشوف ساعد ساعدين هو ستامسيكات ولا بوسي بسي كان صديق لله يا رحمه مسكين بوسي بسي قلي إفوات رمسيكوبات بورفيران تريك كمسا اللي قد تكون مهبول عميروش ما يعرفش بمدين إن الأخر كان مجاهد لنا وكان مجاهد ما يتعرفوش تماما باش توصل سبتمبر سبتمبر ثنين وستين اللي قول ما زال ما خرجوش تبعث دوز جونزوفيسي ما زالهم حيين دون واحد صديقي البارح زقالي تيها البارح كنا نويا في تليفون جنرال جوادي جنرال جوادي عبد الحميد عبد الحميد الله يذكره بالخير مجاهد على الولاية الثلثة وعميروش اللي يبعثوا الولاية اللولة تبعثوا انت جوادي مع سي شريف البوسعة دا يجيبوا الجثات تعميروش والحواس الحواس ضحية كنما ماتش مع ميروش ما كانوش يجيبوا وتديوه من العالية خليني سؤال تاريخيين معروفة الحكايا علاش خبهوا الجوتة حتى على العقل يا سيدي قتل بارش خبهوا بدين يكره زوج حويس يكره المجاهدين ويكره القبيل هذا حكم كاسي شوية ننتقل الى لا لا واحد اللي يدير عكذا سنورمال بورتوان مشاهدين الكرام نوصل النقاش ولكن بعد الفاصل أهلا بكم مجددا سنورمال بورتوان كنا نخرجوا شوية على الجانب التاريخي واللي ينظن أنه الكثير من الباحثين والمؤرخين لازم يتوقفوا عن الكلام اللي يكون تحكي فيه خلينا في بداية التسعينات الى نهاية التسعينات شفنا سنورمال بورتوان يعني كذلك باتريوت قاد قوة كبيرة من الجيش في منطقة الناس المتطوعين في منطقة القبائل لكن في تسع وتسعين سنوردين مشاه رفقات الحزب التاعو وسندوا الرئيس بوتفليكا اللي راكت كل اليوم ما داروش عليهم الطورة أولا نمانيش نتقى رسمية على الارسيدي راني مناظر باسيط في الارسيدي دوكما نجيبش نتكلم لك باسم الارسيدي انتم سنتم رئيس عبدالعزيز بوتفليكا في تسع تسعين لا ارسيدي سندو ولكن نوصل لا باختصار باش نمشيوا باختصار لما لما بدى الارهاب الأصولي السياسي اللول والمسؤول اللول اللي دار تصريح اللي دار تصريح في بردي يقتلوا ويشردوا الناس هو ساعد سعدي لا هو كان في الطيار الاستيصالي كما يسمي وهي يعني نظام لا لا يكون وين نحب قتلك هو الساعد سعدي اللول لأخذ قرار على بالي وينخذ لأنه نحتبع الانهزام نتعكم في الانتخابات ووربح الفيس أنا ذاك ساعد سعدي دعا إلى توقف المسأل الانتخابي ايه صحيح دعا إلى توقف المسأل يعني انقلاب على الديمقراطية كما ناس انقلبت في برج برج قرية وينرجو عكذاك مونتانيز أنا نوصل ثمك ونصيب لزافيش قال الله وقال الرسول سويته على مرشح الفيس بقاتت لزيلكشون في هذا جيب لي نتاف لزيلكشون يا يو دي تركاج بار ميلي بار ميلي بار ميلي برسوني تركاج ما نرجعش خلينا بها نتاكلو لتسعة و تسعين اللي كنا وين سنة تبوت فلك والسه سنة اللي ابتت بوط فلك في Infrastrukt ق adolescent قال له المدرسة قال للمدرسة سوف تتريفورمي لا جيستيس سوف تتريفورمي سوف تتريفورمي قادة سوف تتريفورمي سوف تتريفورمي الاجيستيس سوف تتريفورمي سوف تكبر بار ميلي لون بميلي حنا مدين الوزود وجSL لو كنتو محللين تعال أشخاص اللي كانوا فالرسيدي وعليش ما مدينالو شوى داخرين وعليش ما مدينالو برك هذو؟ دي ترجو سي حميد و سي عمارة؟ سي حميد لو نوسي و عمارة بن يونس اللي راه اليوم وزير تجارة ني عمارة ني حميد كي ما يقولو حنا عنان تر پارانتاز نسان دي رسپنسابل دي رسپنسابل دونك حنا ثانيت علاش عطيتولو هدو ما الاسماء؟ بعشكم ما كناش من ناس اللي كنا مأمنين يعني ما كنتوش تيقو فيو؟ لا لا ماشي هما نهار اللي بعثنا هم كنا نتيقو فيو ما كناش تايقين تسعين دوزوان صون بورسان في بوتفليقة لا عارفوا هدو الناس انت تقولي الان باللي ما كنتو مش تايقين في بوتفليقة من قبل عندكم خطاب كامل انو هاد النظام هو نفسو من الانقلاب على الحكومة المؤكدة الى غاية تسعين بوتفليقة وليد هاد النظام يا رجل شوف 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 ما فيش نظام ما فيش حزب سياسي لي اسسوا روحوا ويقولك كنا مذابية نبقى برك في المعارضة فيه ناس مذابية هم نبقى ماشي برك في المعارضة نبقى وبرك نموتوا ونكافعوا عليهم في وقت ثورة متنعيهم ونزيدوا اليوم نموتوا عليهم يعني انتم ما في الوقت هذك كررتوا المشاركة في السلطة من اجل تغيير وكان بوتفليقة قابلها ولما قبلها انا ما نعرفوش شخص هذا ما تلاقيتوش؟ امني في حياتي ما تلاقيتو والله اغير في حياتي ما تلاقيتو عن اصدقاء مشتركين يعني مشتركين ما هو شخصيا ربما تلاقيت سيساعد خوح لا ما مساعد ما نعرفوش اه اوكي ولا ما نعرفوه انا جنرد با دنس ميليو هذا تعالى انا خاطين يقع الجو هذا ديالهم هذا دونك رحنا للحكومة يشي تافيري وعليش خرجنا؟ نهار وصلوا مظاهرين في منطقة القبائل احداث 2001 يعني؟ احداث 2001 الجدارمية يضربوهم كمديشاسير ما تنجمش تقعد في حكومة لتقتل شبال جزائريين لانه كانوا داروا مظهارة لكن تانيك كاين لو كنا في الحكومة اليوم لو كنا نخرجوا على الاحداث بريان ولا احداث لكن حتى في منطقة القبائل اناداك كاينة تنسيقية العروش خدات حجم كبير وتحركت وبالتالي الارسي دي سياسيين وتكتيكيين خاف يفقد القواعد نتاعوه خاف يفقد السمع نتاعوه في منطقة القبائل كان لازمين نسحب من الحكومة هذا تكتيكيين؟ لا في 2009 رفعتوا الراية السوداء لي كانت ان الجزائر في حداد وربما في حداد بعد ما ترشح بوتفليقة وبعد ما عدل الدستور انكور اندرني كو ديتا تعبوت فليقة يعني الناس اللي كانوا ليجاوا ليجاوا البرلمان سينة و لو شوف لو لو مرة في حياتي نهار نموت نص ساعة مقبل ما نموت نشوف هكذا ورايا واش واش من الحاجة ليدر تمليحها في حياتي نهار صوت ليماج راهي موجودة صوت بزوجي الدين ضد تغيير الدستور قاع الناس قاع السياسيين اللي كانوا كانوا قاع دماغ اللي قبلوا باش نغيروا الدستور مسؤولين على الشي اللي راي يصراه في البلاد اليوم حنا عندنا حق باش نقولوا البوتفليقة يروح ولكن واحد اللي صوت ضد تغيير الدستور باش يغيروا الدستور ما عندوش حق اليوم باش يجي لقول البوتفليقة راك مريض روح دخل الدارك سينور الدين اسمح لي الأر سيدي في تسعة ونسعين كان مساند بوتفليقة الماسبي كانت مسانده أبوتفليقة صح ولا لا علي بن فليسي علي بن فليس رئيس الحكومة كان كيف كيف مساند بوتفليقة وكان مدير د tvåا انتاو سين بن بوتول كان رئيس حكومة اانتاو كلكم كنتم مع بوتفليقة وهذا الرئيس的ertas Roddy mليح وجايبت تغيير البلاد يعنيанные من بعد دورته عليه نهي درنالي هو لي دار ضد الجزائر لا أولي درنالي هو ما يقولوا واقه امامي يقولوا باللي انتم ما درتوا عليه واليوم كي مرض تقولوا باللي روح تروح او وراه مريضة لكن تقولوا انه موش مريض لا نهار كان صحيح كنتوا معاه نهار طاحب وصور وخير كيفاش راجل موش صحيح ورايس يرفض زي عاما قبلش تقول هاكذا كيفاش الرئيس الجمهورية موش صحيح ملا عندنا رئيس الجمهورية مريض بلاد هذي بلاد ميكيس بحد واحد اللي مريض لا يشافيه واحد اللي مريض انا انا نهارنا مرض ومدخل الدار مكيش رجال في البلاد هذي خليني نقولك حاجة هل انتم مع عودة الجيش او تدخل الجيش لايجاد مخرج بالازمان اللي رح يموجود اليوم شوف كل ما ادخل الجيش صارت كريثة فهمني واش من القارع اخضاه الجيش في صالح الديمقراطية نقولك حاجة لا الديمقراطي نصور جامي دي كازير الديمقراطية ما تخرجش من الكازرنات على خطى انه الديمقراطية لا تخرج من التكنات نوصل للنقاش ولكن في ركن ما وراء الصورة فلا تذهبوا بعيدا كنت تقول لي بلي عندك كلمة تكملها قلت لك بالنسبة للجيش الجيش ديالنا باختصال اصبح ناك شغل لين بي هذي سيتون استوتيشون ان دور ديزا استوتيشون دلالجيري ساكري اي ساكري ما عندناش حق نتكلموا عليهم ما عندناش إيزان انبيجي دلتا ني لا كور دي كونت ني لا صنبلي برسان لي كنترول حتى وعد ما على بلو جحالي سقامل الجيش هذا ام بلس يprendي ديزيزيون انا مام بالدرواد لكومنتي 5 جيلي جيس انا نعرف بعض لزوفيسي ديولوم دي جان بريان جي فلا ليتونتي التيروريس وعرفتهم اقسموا بالله غير عندهم بعض اللي كولونالي اللي جيون كوماندان حق ربي غير فحولا قرروا دون ما في ذلك شك 5 جيلي جيبو يكونفوكيهم جنيرال ماجور 85 سنة في عمرو يقول له هو الى 50 قلو روحوا رتريت يعني سنردين بباش ننتقلو ركن واحد اخر انترك هنا تقصد انه البلاد وصلت الى مرحلة لازم التشبيب لازم للشباب يوصل الى مراكز المسئولية ومركز القرار وهذا بداية التغيير سنردين ننتقلو الى ركن ما وراء الصورة عندنا مجموعة من الصور نعلكو عليها والبداية بالصورة الاولى امير عبدالقدر امير عبدالقدر مؤسس الدولة الجزائري ناضل ناضل ضد ضد الدخول لفرنسا 15-16 سنة حتى ابقى واحده سلموا روحوا لفرنسا وفرنسا ادتوا البلادها ومبعد نفاول لسوريا كما يقول واحد في بابور غرق قالوا البلاد هذه اللي تنفي اللي تنفي الأمارة واشروا ما راحين يديروا بالفقارة يعني ننتقل الى صارة تانية شكون هذا ما نعرفه هذا رجل أعمال كبير علي حداد اللي راه اليوم رئيس المنتدى رئيس منتدى علي حداد رئيس منتدى المؤسسات علي حداد أنا عرفتو كيف كان في عزفون صديقي عندي بزاف ما اشتوش ضروق ربما ما ماكش تلقى ماكش نتلقى لا ولاش ماهو ش يروح يزفون أنا ماكش من أزفون هو تزوزوا يعني هنايا تزوزوا كي جيجر كبيرة فيها الجبل وفيها البحار أنا من البحار هو من البحار أنا من الجبل انت من الجبل هو من البحار ولكن ربما هو اليوم هو في فوق ونتارك منه لا نثالي انت راني ميل دوسون متر ضلتت دولة رأيت اعتراف البحار أنا ميل دوسون متر لا هو حبيت نقصد اليوم رأيه قريب في السلطة الفوق وراه رأيس منتدى المؤسسات الله يساء الحمد لله لا يكثر بحاله أنا البلاصة اللي رأني فيها أقسم بالله من بدلها حتى لرئيس الجمهوري لأنك ركت مارس فلحة رأني ماش فلحة ورأني رحمة ربي عندي ولادي رأني بصعتي واش واش الناس ما يحمدوش ربي الناس ما يحمدوش ربي واحد واحد ولادو صالحين رأي رأي يروح وين ظهلو يتمشي كما ظهلو يروح كما يعب واش تحبنشي ننتقلو إلى الصورة الثالثة لو سمت واحد صديقي سايد سادي 40 سنة نظال على الديمقراطية وعلى الحقوق الإنسان لأقرب لما أنا عارفوش سي علي جدي أنا عارفوش علي جدي هذا ياسي قيادي كبير في الجبهة الإسلامية الإنقذ المحلعة سايد سادي سادي الفكر اللي عندو مفتوح مفتوح أن نقولك حاجة ساما شوكي لفوتو تعبوت في لقاء لما راح لمروك إلى سيري لامان وبرمير مينيستر إزرايليا شفعلها لفوتو هذي في الجنازة في الجنازة حسن كيف هل نحن نحن مع إسرائيل ويروح نحن قال لي نحن سير لا من ك سيد ساعد متفتح متفتح نعرفهم لي كي ينقولك متفتح متفتح ساعد سادي عفون ننتاكلوش دانيل الحبسيد هذا هو اللي دانيل الحبس ولكن هو اللي هو اللي جي بده عميروش هو اللي فرحكي يعني اه دونك انا شخصي نسمح له الباطل اللي دارو فيه والله نسمح له ربما ما داروش فيه كشخص ولكن كدولة لا كشخص كدولة لا كشخص وكدولة ولكن بكاف النهاية انه خدام موقف مشرف في قضية عميروش رب يرحموه يوسع ليه على كل حال ننتقل الى المقطع الاخر لزيماج هادو نعرفهم نهار مت عميروش دونك لارمي فرانسيز اللا في لزيماج هادو ولكن الصور صحاح سينوردين صور صحاح صور صحاح يبان ربما العقيد عميروش مع باباه ماشي باباه من العيلة من العيلة جابوه جابوه جوج جابوه سيناتر بالنصر هولي كذا هو السيناتر بالنصر وجابوه واحد من العيلة مشيخوه لا يعني اللي يعرفو اللي يعرفو ولكن ما جابوهش ما جابوش الناس هادو باش يعرفوه لا عميروش لما مش عميروش هوا ما عارفين عميروش كيتنقل من منطقة القبيل على بلون بلي وصل لثمك كانوا يعنسوا فيك ستيرو وكلش هادي سي صحابنا تعل مارك ياخذو لابرفس ماشي المشاعر بتاعك كنت تشوف هادو الصورة تاسي عميروش بطلك ما عنديش علاقات عميروش علاقات عاطفية ما فيش موجودة عاطفية ما عنديش تستخدموا برك انت تدافع ليه كرمز ماشي شخصي شخصينا ندفع لي ندفع قاع المجاهدين على شو هادا ماشي برك هو ايش تروف البطل يدارو في عميروش ما داروش في الخريط بوم الدين ما البطل في الحالة مقاع ما شفناش رئيس الجمهورية يخرج الجفات ويخبيهم نقاش طويل نوردين قبل من نهاية البرنامج لو سمحت كلمة اخيرة اللي ممكن نختمو بها البرنامج شوف انا حبيت من مدلك المشكلة تاع البلاد الان موش سيراعة سياسي وريتلي الساح هذا سيد جدي ولا ماش عايق يسمو مع الساعد ساعد ما بقناش في سيراعة سياسي المشكلة اللي بقى في البلاد هي سيلا كوريبسيو الفساد الفساد نمدلك زوج ارقام باش شوفوا نوصلونا يا ربي بناو تقروب باش يبنيو صافي ربع سنين جامع في العاصمة اكبر اسم موهة المسجد الاكبر مسجد الاكبر اكبر علي الجامع اكبر علي الجامع انه قد ادمت الساحة مع أمتاز 5 اوال اكبر ضغم مالخ مع الأطلاق 5 مليون دولار سنوردين قضية موش هنا غير قضية جامع بعض الفساد 7 مليار دولار اليوم رأنات 13 مليار دولار الكرام ناس قارت ناس قارت تسراق يرحم بجرد وش نامر المخرج خليلنى في كلمة آخيرة وش نامر مخرج يليق هذه الحكومة روح يليق هذا النظام يروح معروفين بالسرقة ما شبرك أنا أقسمه بالله يعني أنت بقوا الإعدام هنا يا حكم الإعدام يتطبقوا في الجدل هذا الإرائي دير في ما يخص الإعدام أنا شتليمت هذو الناس يقول لك احنا مع الإعدام وعلاش إنا ربس بحانو وصع للإعدام الشريعة اكساترا لابن دومور دوا يكزيستي يا أخويا أنا أنا معتطبق الشريعة ملقاها حتى الزجل وعلاش ما يتبقوا الشريعة فيما يخص سراقين نحاولوا ميدا يقطعوا اليد هاي الشيش هاي الشيش لو كانوا يتبقوا حقه لو قطع اليد في الجدائي ما يبقاش لي الصفاق تفضل كلمة لأخي أنا كيما يقول العنقى الله يرحمه إنك كان صديقي فني ما هوش من المسيد ما نش من الثقف رباني الجوع والحفا الصيد يموت ياك الصيد ولو كيشرف منه الضياب خايفة والله غير الضياب ما يخوفونا على كل إنسي نوردين صريحات صريحات بعضها خطير جدا وينسف حتى بعض المسلمات احنا بدورينا في برنامج دعوة خاصة ندعو كل الباحثين واحد المسؤولين الذين يعتقدون أن هناك تطاول على التاريخ أو على شخصيات للرد مرحبا بهم في ذلك نضرب لكم موعدا الأسبوع القادم اسمح لي يا سيكا بناه ديلك هذا الكتاب عميروش شكرا على ما أنت تحب شهده نحبه شهده ونحبه الطورة كدلك نحبه التاريخ صحيح وهذا كتاب حول العاكد عميروش سمح لي صورة هذه أنا اللي اخترتها عميروش يضحك واش مع أنت؟ مع أنت رأي يضحك على الناس اللي يبقاوا يقول لهم يا أنا متشاهد رني في الجنة وانتو ماراكم تقاسيوانا شكرا شكرا جميعا على المشاهدات سينوردين مرحبا بك لوجهة الدعوة شكرا بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة